بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أباد الرحمن من مؤدات ماذرها الدواجن إن شاء الله أكلم حضرتكم النهاردة عن خلايا التبريد المستخدمة في عنابر دواجن بنبرد بيها عنابر الدواجن باستخدام خلايا التبريد والشفطات وبيكون مع الخلايا غواطس بجميع القدرات بتبدأ معايا من 100 واط لعند 2 حصان موجود إن شاء الله جميع المقاسات الملأمة لجميع المساحات طبعا موجود معانا الورق العشرة سنتي والخمستشرة سنتي إن شاء الله في الفيديو ده هنقول معلومة سريعة ومهمة عن الفرق ما بين استخدام الورق العشرة سنتي والخمستشرة سنتي طبعا نوعين الورق بيكون الوادي بس في فرق معانا في استخدام الورق الخمستشرة سنتي والعشرة سنتي هنيجي نقول لحضراتكم مثال كده سريع لو على سبيل المثال أنا عندي شباك متر في متر للمساحات أو لمساحتين قدروها الأولانية أو الأولى عشرة آآ عشرين متر مثلا والمساحة التانية خمسة عشرين أو تلاتين متر مش موجود عندي ألا في الغرفة دي شباك متر في متر طبعا المنطق إن احنا نقول العشرين متر ده هنستخدم فيه الخلية المتر في متر العشرة سنتي من غير أي مشكلة طيب لو على سبيل المثال لو أنا هستخدم في المكان الخمسة عشرين أو التلاتين متر هنستخدم فيه خلية ممكن متر ونص أو مية وعشرين في متر تمام طيب أنا مش موجود عندي الشباك المتر في متر فباستخدم في الحالة دي تعاوضا عن العرض باستخدم سمك أكبر اللي هو السمك الخمسة عشر سنتي ده كده بالاختصار فيه استخدام أو الفرق بين استخدام العشرة سنتي والخمسة عشر سنتي في تبريد العنابر تمام طيب يبنا المكان الأولاني أو الأول هنستخدم فيه شفات ستين في ستين والمكان التاني هنستخدم فيه شفات سبعين في سبعين طبعا من ضمن الفروق إنه بيكون هنا لما يكون موجود معايا شفات شديد على ورق عشرة سنتي لخلية مش ملأمة للمكان الورق ده بيحصل له تقويس تمام الورق بيكون مبلل بيحصل له تقويس تمام طيب الورق الخمسة عشر سنتي ليه عملناها خمسة عشر سنتي علشان يتحمل معايا شفط الهوى بنستخدم زي ما حضراتكم شايفين كده صاج مجالبا ده عينة تمام للراكب ده بنقفل زي ما حضراتكم شايفين كده تقفير محترم جدا جدا طبعا شكل الورق او شكل اللوجو الدال على ورق الوادي بيكون مكتوب عليه تبريد في الجن بيكون موجود معايا ارتفاع عشرة او ارتفاع عفوا متر وارتفاع متر ونص طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده ده كده المتر تمام وده كده المتر ونص وعلى السمكين العشرة سمتي والخمستاشر سمتي موجود معايا جميع المقاسات بتبدأ معايا من ستين سمتي لعند تلاتة متر في متر ونص يعني انا موجود معايا اما متر اما متر ونص ارتفاع بيبدأ معايا المقاس من من ستين سمتي لعند تلاتة متر تمام طيب المقاسات بالترتيب بتبدأ معايا من ستين سنتي بعد كده متر مية وعشرين متر ونص بعد كده المية وتمانين والمترين ومترين أربعين وتلاتة متر تمام كده بالنسبة لكل المقاسات اللي احنا بنفصلها لجميع النسحيات تمام ده كده شكل الورق طبعا موجود ربا مكتوب عليه تبريد في الجم وده كده دال على مجموعة الوادي أو شركة الوادي صناعات تبريد طيب أي استفسار صبوف تعليقات متاح شحن لجميع المحافظات كل المقاسات بيتم تجمعها وشحنها باستخدام أو من خلال شركات شحن بتوصل لجميع المحافظات متاح معانا شحن إن شاء الله لشمال سينة تمام ده كده كان option مقفول وإن شاء الله متاح لأهلنا في شمال سينة الشحن لهم بإذن الله بمتاح أي استفسار صبوف تعليقات يريد تشتركوا معنا في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك وشير متابعتنا على الفيسبوك عباد الرحمن لمستلدمات المزارع شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته